استضافة شكرا جزيلا لك أنت أيضا نسيم أسرع تلبية دعوة إذن مشاهدة فاضل نتابع هذا التقرير الذي يفصل لنا أكثر في حيثيات هذه المواجهة التي ستجمع المنتخب الوطني بنظيره الزنبوبوي الذي أعده الزميل فاتح بوشعنا نتابع ثم نعود البقاء في القمة هو هدف الخضر وطريق الدفاع عن التاج القري انطلق من التصفية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 طريق لن يفرش بالورود هذه المرة ببساطة لأننا أبطال إفريقيا وغاية الخصوم واضحة الإضاحة بأسياد القارة الصمراء المنتخب الوطني متصدر المجموعة الثامنة بست نقاط من فوزين أمام زامبيا بخماسية وبوتسوانا بهدف نظيف يلاقي هذه المرة الوسيط منتخب زمبابوي ذهبا وإيابا وعينه على مواصلة حسد النقاط للتأهل مباكرا والتفرغ أكثر للتصفية المؤهلة لمونديال قطر مطلوب لأننا ببساطة أبطال إفريقيا وكل المنتخبات تريد إثبات وجودها من خلال الإطاحة بنا إذن الجزائر زمبابوي بملعب خمسة جويلة الأولمبي ضمن الجولة الثالثة من التصفية المؤهلة لكاس إفريقيا للأمم ناسيم أسرير مواجهة على الورق تبدو في متناول المنتخب الوطني لما لا نحن أبطال إفريقيا منتخب زمبابوي مقارنة بالمنتخب الوطني الجزائري لا يمكن أن ننقص من قيمة هذا المنتخب ولكن الواقع هو هكذا كيف ترى هذه المواجهة؟ صحيح هسام يعني ما تقدرش توازن بين الفريق زمبابوي فريق الجزائري نحن أبطال إفريقيا ولكن الواقع داخل الميدان يعني نحن المستطيل الأخضر علمنا أنه كائن خبايا في المقابلة ربما لما كنت محضل للمقابلة كما ينبغي راح تكون مفاجأة ولهذا ما نقولوش المقابلة هذه راح تكون سهلة كل مقابلة صعبة وكل فرق كما جاء في الفيتيار هذا كل فرق تريد أن توطح ببطل إفريقيا وتريد أن تكسب شخصية لنفسها كما كسبنا نحن في كأس إفريقيا لما فزنا كل مباريات وكونا شخصية كبيرة تكونت شخصية كبيرة عند اللاعبين لأن ما نقدروش نقولو كاين مقابلة سهلة وكل مقابلات صعبة يعني لما تكون محضر كما ينبغي ونظن هذا الشيء راح مدروس يعني إحنا المدرب بالماضي يعني عودنا أنه ما يتلعبش مع كل مقابلة سواء ودية أو تكون مقابلات مصيرية نظن اللعبين الحاجة المليحة اللي يكتسبوهم أنهم ما يدخلهمش الغرور يعني في المقابلات شخنا كل مقابلة اللعب والمقابلة الودية كانت مقابلة قوية وخذت بمحمل الجيد كل مباريات لعبها المنتخب الوطني وكأنها مباريات رسمية صحيح بغض النظر عن هوية هذا المنافس صحيح ونحن نعرف المنتخب الوطني الآن راح بعشرين مقابلة بدون انهزام وهذا إنجاز كبير لازم نحافظوا عليه ولماذا نزيدون نفوزوا بالمباراة اليوم وتولي المباراة 21 ونسيوا كيفاش نحطبوا الرقم من القياسي كل مبارايات حتى في هذه النقطة فقط سمحني ناسيم 20 مباراة من دون هزيمة لو فوزنا اليوم إن شاء الله أو على الأقل تعادلنا في هذه المواجهة تصبح المباراة رقم 21 من دون هزيمة وبالتالي نقترف شيئاً شيئاً فشيئاً من تحطيم رقم قياسي بحوزة المنتخب المصري لحد الآن بـ 24 مباراة من دون هزيمة وهذا ما تحدث عنه ناخب الوطني جمال بالماضي أمس في الند والصحافية صحيح هذا كما قلت لك هو حافز كبير للعبين لأن اللعبين هما اللي يكونوا في الملعب هما اللي لازم يحافظوا على الإنجاز هذا الكبير نظن المدرب هو يتكلم معهم على كل تفاصيل خاصة في المباراة هذا وشفنا أن المدرب تاع الفريق الخسم أنه كان يحب يضلل ربما بعد شيء على المنتخب الوطني يشكره ولكن هذه حرب نفسية حرب نفسية ولكن هو رح دارس المنتخب الوطني بديقة ويعرف كل الأمور المليحة كل الأمور الدقيقة المتعلقة بالمنتخب حتى أسمحني فقط المنتخب الوطني بما أنه بطل إفريقيا مكشوف يعني المنتخب الوطني ليس منتخب غامض يعني لما تواجه منتخب عالمي أو منتخب بطل في قارة معينة عندما تواجه هذا المنتخب كل أوراق مكشوفة يعني معروفين نجوم هذا المنتخب عموما خطة هذا المنتخب معروفة عقلية المدرب أيضا وبالتالي هل هذا ما يسهل مهمة منتخب زمبابويا اليوم أم ماذا يعني؟ لا أشوف كما قلت لك يعني المدرب تعزين بابوي لما تكلم يعني بإيجابية على المنتخب الوطني هو قلت حرب نفسية ويخلي ربما يحب يدخل الغرور للعبين توانا ونظن باللي إحنا اللعبين هما عندهم يعني طريقة لعب معروفة وإرادة قوية يعني كان أمور راهيبين على الورق عند اللعب بتاع المنتخب الوطني نظن كل المدربين يعرفوا طريقة اللعب بتاع المنتخب ولكن الإرادة والقوة يعني تكمون يعني في المقابلة في نفس ذاتها يوم المباراة يوم المباراة هذا هو الشيء اللي يخلي يغير النتيجة تاع المباراة نظن نحن هذا الشيء اللعبين اكتسبوه لأنه في السابق كان عندنا منتخب وطني بدون روح يعني اليوم شفنا روح جديدة عند المنتخب الوطني ولينا نشوف كل اللعبين يهاجموا ويدافعوا في نفس الوقت في نفس الوقت طريقة اللعب كل اللعبين أي لعب يعني يدخل في الفارق يطبق تعليمات بكل حدث هناك اندباط تاكتيكي وفي نفس الوقت المنتخب يلعب ككتلة واحدة نقطة مهمة تحدثت عليها ناسي منذ قليل وتحدث عنها ناخب الوطني في الندوة الصحفية أمس كل المنتخبات خاصة الفريقية عندما تواجه المنتخب الجزائري الهدف هو الإطاحة بالبطل بالماضي قال هذه النقطة تلعب في صالحنا وهذا ما يحفز اللاعبين ويشجحهم أكثر لمضي قدما والقضاء ربما على كل المنتخبات الفريقية صحيح لما تكون أنت فايز بكاس إفريقيا ومخسرت شيء مقابلة أي فارق يقول لك أنا لازم نقيس المستوى التعيم مع بطل إفريقيا لهذا يكون كل مباريات صعب لأن قلت لك في السابق أن كل المدربين رح يدرسوا طريقة لعب الفريق الوطني بكل جدية يعني قوة الضعف قوة نقاط القوة ونقاط الضعف وكل فريق يقول لك أنا نحبس هذا الفريق يعني نخليه باش يحبس عند المقابلة هذه هذا حافز للعبين تاع الفريق الوطني لأنهم عارفين في ذهنياتهم أن كل مقابلة ستكون صعيبة باش يعني الفريق الخصم رح يطيح بالمقابلة هذه نظن هذا حافز له اليوم رح نشاهدوا أن المقابلة تاع اليوم رح تجري كيمة المقابلة للسبقين ولكن بحاضر طبعا في تقييم المنتخب الزنبوبوي المنافس بالماضي اعتبر هذا المنتخب قوي وسيشكل لمحة صعوبة للمنتخب الوطني ربما هذا التصريح لبالماضي جاء عكس بعض التصريحات لبعض المحللين وبعض المتابعين كون هذا المنتخب في متنول المنتخب الوطني الجزائري كيف ترى هذا التصريح خاصة وأن بالماضي أثنى على المنتخب الزنبوبوي كثيرا أو استدل بالمواجهة التي لعبها منتخب زنبوبوي في افتتاح كاسفريقيا للأمم الماضية أمام منتخب مصر وفاز بصعوبة بهدف دون مقابل هذا المنتخب أصبح يتأهل إلى كاسفريقيا للأمم بانتظام كيف ترى هذا التصريح لجمال بالماضي هل حقا يمكن القول أن منتخب زنبوبوي قوي سيشكل صعوبة للمنتخب الوطني الجزائري أم أنه تصريح دبلوماسي فيه نوع مما يسمى باحترام الخصم مثلا لا هو في نفس الكلام اللي قلته هو صحيح يحترم الخصم ويبين اللعبين أنه ما كاش فريق ضعيف ولكن دراسة بالماضي هدية قوة يعني نقطة القوة تاعه أنه يعرف شخص الفريق الخصم وأكيد هو شاهد هذا الفريق نعم في كل مباريات لما لعبنا ضد الفريق المكسيكي عرف كيفاش يدخل المقابلة وعرف كيفاش طريقة اللعب تاع المكسيك مايش طريقة اللعب تاع منتخب إفريقي ولا منتخب أوروبي يعني طريقة مغايرة ويعرف اللعبين يمتازوا بالسرعة يمتازوا بالمهارة والقوة لهذا هذا الشيء هو هذا الشيء إيجابي يعني بالنسبة للبن الماضي لأنه يعرف يقرأ طريقة اللعب في الفريق الخصم وكما صرح قال الفريق هذا هو فريق لباس به لأن الجول اللعبين تاعهم ينشطوا في البطول الجنوب إفريقي عندنا تسعة لعبين فقط تسعة لعبين يلعبون في أوروبا وبعض اللعبين ينشطون في الدوري الأمريكي أيضا دوري لباس به وبالإضافة إلى دوري جنوب إفريقيا حتى اللعبين يلعبون في جنوب إفريقيا يلعبون في فرق لباس به تلعب كأس ربيطة الأبطال لأن الفريق هذا رأيه مكتمل وما لازمش يكون تصريح تعمل درب راح يواجه فريق ليقول لك الفريق هذا راح يكون في المتناول لا لازم يكون تصريح تعمل هكذا لكي اللعبين يأخذوا المقابلة بكل جراء وعندهم كذلك ناسيم لعب خطير جدا اسمه كدوري تحدث عنه بالماضي لعب في ليون بالعمل سجلت نائية في المباراة الأخيرة أمام سانتيتيان لو تابعت لا شوف هم اللعبين اللي ينشطوا في أوروبا كلهم وخاصتك يكونوا في فرق كبيرة لا يكون مستوى تحم كبير ويكون مستوى تحم عالي ولهذا تكلم بالماضي وقال لك عندهم احنا شفنا بالليل الفارق كذلك يعني ما يتسجلش على أهداف كثيرة هذه نقطة مهمة نقطة مهمة هذا يعرف يدافع يعرف الفارق هذا يعرفه كيفاش يدافع ولهذا احنا ليون قلنا مباراة سعيبة يعني راح يخلقنا بعض المشاكل يعني في الدفاع لأنه منظم يعني من ناحية الدفاعية لتخليهم يستقبلش أهداف كثيرة كيف يمكن أن يتعامل بالماضي مع هذا الماضي لما تواجه الدفاع قوي شوف هي كل يعني كل مباراة عندها طريقة لعب تاحها وكل لما تدرس الخصم وتشوف قوة نقطة يعني القوة تاعه وين تكمل ونقطة الضف تاع وين تكمل يعني راح يغير طريقة اللعب على حسب المقابلة يعني تحربوا مسلاحه كما يقال نظن نحن طريقة اللعب تاعنا راحي واضحة يعني الطريقة تاعنا دايما تكون الأمام يعني الهجوم الهجوم وبسرعة وكل يدافع وكل يهاجب لهذا نقدر نقول لك حي يلقى يعني اليوم مفاتح هناك أربع تغييرات فقط نتحدث عن منتخب زينبوبوي هناك أربع تغييرات عفوا أربع غيابات أربع تغيابات في منتخب زينبوبوي أبرزها وسط الميدان مارشال مونيستي هذا لعب نادي رامس الفرنسي قال عنه بأنه لعب ممتاز ويشكل حلقة توصل في المنتخب زينبوبوي بين الدفاع والهجوم سيغيب هذا اللاعب الصحافة المحلية تأثرت كثيرا وقالت بأن هذا الغياب سيؤثر كثيرا بما أن المدرب الكرواتي الذي يدرب المنتخب زينبوبوي تأثرت كثيرا بهذا الغياب بما أنه يقول لك أنه كان باني كل الخطة على هذا اللاعب هذه نقطة إيجابية بالنسبة لنا يعني لما يغيب لك أنت لعب أساسي ويكون كما نقول هنا في اسمه ترى استعالفاري يعني اللي ينشط في وسط الدفاع هذه نقطة إيجابية بالنسبة لنا عكس المنتخب الوطني لما يغيبوننا بعض اللاعبين الأساسيين كين لعبين أخرين نحن يعودوهم ويعودوهم بكل قوة نحن لدينا غيابات أيضا نحن عندنا غيابات ولكن ما تأثرش على الفارق الوطني لا لأننا بالماضي عودنا أن كل لعبين هما لعبين أساسيين سامحني فقط حتى لو تعلق الأمر بعطال مثلا ومحمد فرس طبعا لعب آخر جمال بالعمري حسام عطال غير مؤكد مشاركة ذلك جمال بالعمري أيضا إمكانيات تعطال كبيرة ولكن نحن اليوم شفنا حليمية لما لعب مقابلتين وديتين أخرى تنادو عطال مرضود لبس به وشفنا المدرب الناخب بوطني يتكلم عليه وزكاء نقدر نقول لك اليوم ولكن عادة سامحني فقط على اللاعب عندما يختبر في مباراة واحدة وأنت لعب دولي سابق تعرف جيدا هذه الأمور عندما يختبر في مباراة واحدة هذا غير كافي خصوصا عندما تكون مباراة ودية بعدها مباشرة تأتي مباراة رسمية شوف عسام لما يجي لعب المنتخب الوطني على أساس عنده إمكانيات لأن هذا راح شاهدوا الناخب الوطني وكان يتبع فيه يعني ما جابوش يعني من المقابلة الأولى وعطالوا الفرصة وقالوا بينا الإمكانيات لا هو يعني طريقة العامل بالماضي هو عنده مشروع لازم يكون اللاعبين يختارهم على حسب المشروع التاعه يعني اللاعب هذا ولا يدخل في المشروع التاعه ولا لا بيش يستدعيه للمنتخب الوطني نظن أنا حليمية يعني معطاش فرق كبير بالنسبة للعطال وهذه حاجة مليحة لما يكون عندك لعبين بمستوى واحد ولا يكون تنافس مليح يعني في المركز هذاك ورح يزيد نقطة إيجابية للفريق الوطني لأنه لما يغيب لك لعب أساسي رح تخلق مشاكل بالنسبة للمنتخب بالنسبة للمدرب أيضا نظن اليوم إحنا هذا المشكل ما عندناش حتى بالماضي قالها قال المنتخب الآن أصبح خزان خزان صحح للمواهب أو اللاعبين الذين بيكمنهم صحح تعويض لعبين آخرين اليوم شفنا بعضنا كي ما لعب طهارت لما لعب بالمقابلات بدون خطأ يعني مقابلتين عطلوا الفرصة ولما لعب المباراة تعلم مكسيك لعبها بدون خطأ دونك إحنا عنا مرتاحين من الجانب هذا تعويض لما تكون إصابة أو أي حاجة من هذا النوع الناخب الوطني ما رحش يتأثر ناسين بخصوص البدائل فقط هناك حسين بن عيادة وبالإضافة لعب قادر بدران وأيوب عبدالله هذو لعبين كذلك عندهم مستوى لباس بها وذكرهم ينشطوا في كما بن عيادة دوريات مختلفة بن عيادة مع نادي الإفريقي تونسي نعم دور تونسي عبدالله في سويسرا مع نادي أفسيسيون نقدر نقول لك أحيزدوا يطوروا الإمكانيات رح يروحوا للاحتراف بمعنى الكلمة عن لعبين تواعنا هنا في الجزائر عندهم إمكانيات عندهم قدرات كبيرة هايلا ولكن ما نعرفوش كيفاش نوطفوها ما نعرفوش كيفاش نستقلوها اليوم ما دول لعبين هم خرجوا للخارج الوطن باش يزيدوا يبرهنوا على القدرات تاحهم وانا شفنا بن عمري يعني هذا هو الإكزامبلي يعني اللي نقدره نتكلموا عليه نقول لك احنا كل لعبين لاستدعاهم للفارق الوطني يعني هم لعبين يقدروا يكونوا أساسيين وعندهم إمكانيات لبس بها وماذا عن اللعبين الذين غابوا عن القائمة حدث عن سليماني وبالليلي على وجه الخصوص ما رأيك سليماني بالماضي قال الأبواب تبقى مفتوح هو نعرفوه بالناخب الوطني ما يستدعيش لعب لما ما يكونش يعني مرتبط في بطولة ولا جاهز يعني لعب كل المباريات نقدر نقول لك باللي كما سليماني يعني ما تحتلوش الفرصة باش يمضي في فارق آخر وعبدو رجع للفارق تاول أول نظن ما راهوش جاهز يعني من ناحية البدنية ولكن مستقبلا عفوا مستقبلا تعتقد بأن سليماني ما زال بإمكانه تقديم الإضافة للمنتخب؟ ولما لا علىها يعني الفارق لما يكون يلعب في فارق كبير يعني في أوروبا يعني تستنى منه كل شيء هو ما هوش عمل للسن ولا بصلا وأنه يطمح لتسجيل مزيد من الأهداف إن شاء الله لكي يصبح هدف المنتخب الحاجة الأولى نتمنى أنه يعود للبطولة يعود يمارس يعني في البطولة وبعدها يعني الفارق الوطني هو اختيار تعامل مدرب ويشوف يعني اللعبك يكون جاهز أنا اليوم الحمد لله حاجة مليحة أنه يكون كما قلت يكون عندك خزان كبير يعني تعامل منتخب وخاصة أنه يكون شبان لأنه يكون مستقبل مليح ويكون إنسان كيفش يكون هناك خيارات نعم يكون اختيارات ويكون عندك مشروع طاويل 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 كما ذوكا نحضروا إحنا ذوكا كأس إفريقيا وتصفية كأس العالم لازم يكون عندك عدة لعبين لأن اللعبين رأنا يعني في ظروف استثنائية ربما يطيحوا بمرض كورونا ربما تكون عندهم إصابة ولهذا يكون عندك اختيار يكون عندك خزانة لعبين عندك الاختيار بخصوص بالليلي فقط ناسيم حتى لم يبقى الكثير من الوقت بالليلي وابراهيمي طبعا بالماضي تحدث عن هذا الثنائي أصبحت هناك معادلة بين هذا الثنائي الكثير يقارن بين ابراهيمي وبالليلي من يستحق مكان أساسي في المنتخب الوطني ابراهيمي قال عنه بالماضي هو يحاول في كل مرة أنه يعطي ما لديه ويشرف يعني تواجده في المنتخب الوطني بالليلي أيضا يملك الإمكانيات اللازمة ما رأيك في هذه النقطة يعني حتى يكون الصورة أوضح من لعب دولي سابق شوف هما التنين ما شاء الله يعني كلهم في تنين عندهم إمكانيات كبيرة وعالية يعني احنا شفنا بليلي بليلي كان ربما ما كانش عنده فرصة كبيرة باش يزيد برهن على الإمكانيات اللي عنده في المنتخب الوطني لما جاء بالماضي يعني وضع فيه تيقة ولما المدرب يوضع تيقة في لعب ويعطي له الفرصة نظن بليلي ذاك اللعبة راح يبدل كل ما عنده باش يرجع تيقة هذا المدرب يخرج كل الإمكانيات وشفناه احنا شفنا بليلي يعني في كأس إفريقيا وشفناه في كل مباراة أبدا بلال حسن طبعا يعني كان دايما في المستعوى وكان لعب بدون منازع نفس الشي بالنسبة لبراهيمي ربما ربما أنا ليا ربما طريقة اللعب تختلف بين براهيمي وبلايلي وهذا الشي يرجع للمدرب يعني المدرب هو اللي يختار يعني اللعب ليكون يعني في طريقة اللعب لي تساعد الفريق ناسيم أعطيني نتيجة اليوم حتى نختيب نفوزه احنا عودنا إن شاء الله نتيجة عارضة أم نتيجة مقبولة فقط المهم المهم تلت نقاط باش نتأهله رسميا إن شاء الله وهو الأهم ويكون يعني الفوز الثالث على التوالي إن شاء الله نفوزه احنا عودنا عودنا بالماضي باش كل مباراة يتفوزه شهية دائما مفتوح أيها وإن شاء الله احنا مهم هما مهم هما حوسوا على تحتهم الرقم القياسي احنا كم نصيرين مدابين نفوزه صحيح يعني نحطموا الرقم القياسي إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا لك ناسيم أسرير واحد من أفضل حراس المرمى الذين مروا على كرة القدم الجزارية والمنتخب الوطني شكرا جزيلا لك في فرصة أخرى إن شاء الله شكرا لكم مشاهدة الأفاضل المباراة ستكون على ساعتها الثامنة إن شاء الله بملعب خمسة جولي الأولمبي ومن دون جمهور للأسف بسبب فيروس كورونا